هكارن بين اقوى موبايل من سامسونج على مستوى الشركة كلها حاليا ضد افضل موبايل من سامسونج في الفئة المتوسطة ولكن في السوق المصري. والمثالين هنا هيكون السامسونج استوينت سري الترا على سبيل المثال هو اقوى موبايل فعلا من سامسونج سعره تسعة وتلاتين الف جنيه دلوقتي في السوق المصري ضد الام اتنين وخمسين اللي هو افضل موبايل حاليا او افضل في الفئة المتوسطة من سامسونج وسعره تحت العشر تلات جنيه حاليا عليه عرض تسعة تلات وستمت جنيه. فهل فرق السعر الكبير ده فعلا هتاخد معاه تجريبة افضل وهتاخد معاه فعلا يستاهل ولا لا? قبل ما قول لك اي حاجة اكيد ما تستشعر لايك سبسكرايب وتفعل الجراش انه وصل لك منا دايما كل جديد. اما دلوقتي خلاننا ناخد شوف تفاصيل الفيديو. اهلا وسهلا بكم انا محمد ودي قلت ومن الاول كده لو بصيت للوهلة الاولى على السمج بوينت سري الترا اصدل سامسونج في نقطة تصميم هتلاقي اقتصاح حرفيا متنفس ومعا فخم جدا تصميم من الازاز فريم من المعدن افخم حاجة عن سامسونج على عكس ال choose اللي هتلاقيه من مادة هتلاقي الموبال تصميمه تقليدي الموبال ما فيوش اي ابداع ولكن في الاول وفي الاخر لو راكزت فيها هتلاقي ان الموبال بيتحط في جراب. يعني الخلاصة انت في نقطة التصميم مش هتلحها تستمتع باي تصميم عامة سواء كان موبايل في متوسطة او حتى موبايل في طول ما الموبايل في جراب انت مش هتحس باي حاجة وده اول نقطة عايزك تاخد بالك منها كويس جدا هل معنى كده ان انا بقول لك ما تشتريش هو موبايل وحش انا مقصودش كده تماما انا بعمل لك مقارنة بوري لك هل فعلا الموضوع يستاهل او الفكرة تستاهل تلاتين الف جنيفر ولا لا نسيب التصميم وننتقل للشاشة. مبدأين كده بيجي بشاشة رهيبة. اقوى شاشة عند سامسونج. شاشة طبعا بتاع السامسونج المعروفة. عندك كمان هنا الشاشة بتيجي بستة وتمانية من عشرة انش الشاشة بتيجي بحواف ممتازة. هل بنش صغير وحفز فلال صغيرة والشاشة كمان بتوصل الشاشة هنا في الصطوع لالف تسعمائة وخمسين نتس. وعندك كمان هنا الشاشة بتيجي بمعن مئة وعشرين هارتس ولكن متغيرة. لو انت بتستغل في الشاشة وتستغل من الموبايل هتبقى على مئة وعشرين لو انت بتتفرج على محتوى تبدأ الشاشة تنزل معك لتلاتين فريم. لو انت سايب الموبايل وبتستخدموش شاشة اوتوماتيك هتنزل لواحد عشان توفر معك في البطارية. شاشة ممتازة. شاشة متوحشة جدا من سامسونج. نيجي بقى نبص على سامسونج ام اتنين وخمسين. هتلاقي ان الموبايل هنا بيجيب شاشة مية وعشرين هرتس. فول اتشتي بلاس. سطاعة هيعتبر كويس جدا وهيقضيك تحت اشعة الشمس بدون اي مشاكل وشاشة فرضو هقفها كويسة جدا الموبايل بيجيب انا كمستخدم عادي بقى. رايح هشتري موبايل. هل انا محتاج شاشة الستوينت سري اولترا? اقول لك لا طبعا. شاشة السامسونج امتين وخمسين شاشة كويسة جدا هتقضيك وهتكفيك ومش هتواجه مع اي مشاكل وهتستمتع جدا وتتفرج على المحتوى. ولكن لو انت شخص بيحب مشاهدة المحتوى او شخص بتحب الالوان او شخص بتفهم في الالوان وبتفهم في الموضوع ده. وعايز اقوى شاشة بتتفرج عليها فاقدر اقول لك ان هنا هتبدأ تهس الفرق لما تحط الموبايل جنب بعض. اما لو انت مستخدم طبيعي جدا نازل يشتري موبايل فاقدر اقول لك انك مش لازم تشتري موبايل بتلاتين الف جنيه. انت بمكن موبايل بتسعة الاف جنيه زي الامة اتنين وخمسين يديك تجربة مرضية جدا في تجربة المشاهدة. وهنا في نقطة الشاشة اقدر اقول ان الفرق الكبير ده هيكون مناسب لناس معينة مش لكل الناس. نسيب تجربة الشاشة دلوقتي ونلتقل للاداء. ليس تكون تسري الالترا بيجي باقوى اداء حرفيا حاليا لموبايل اساسا اندرويد سناب درجون اي جين تو. عندك كمان حجب رام محترم جدا بيوصل معك لتلاشر جيجا بايترام. نبص بقى سمسونج اتنين وخمسين تليه بيجي بمعالج سناب درجون سبع سبع تمانية مئة تمانية وعشرين جيجا زكرة الزنية وتمانية جيجا بايترام. مبدأين كده عايز اقول لك ان معالج سناب درجون سبع سبع تمانية معالج مفترم جدا. خط ضفع اعتبارك. انا مش بكرنه تماما بالسناب درجون اتجين تو لان يكيد فيه فرق كبير. بس اقدر اقولك ان معالج سناب درجون سبع سبع تمانية يقدر يلعبك على اكتر الالعاب ستين في السانية. ودي حاجة سالس جدا. المستقرة على المعالج ده بالتحديد. مع المئة وعشرين هرتز مش هتحسب اي حاجة. لو انت مستخدم عادي هتاخد تجربة مرضية جدا جدا ليك. ولكن لو انت جيمر لو انت بتدور على اداء قوي. لو انت يوزر تقيل. بتستخدم موبايلك وبتتحنه طول اليوم. فاتر اقول لك انك محتاج هنا معالج زي طب لو انا جيمر وبالعب على سناب درجون سبع سبع تمانية هل انا هزعا لو انت هيز تلعب على اكتر من ستين فريم هتزعل. غير كده سناب درجون سبع سبع تمانية بيقدم اداء ممتاز ومبهر. الخلاصة ولا انا عايز اوصل لك من حوار ان لو انت مستخدم عادي جدا كافي لاستخدامك سبع سبع تمانية ومش هيأثر معك تماما في اي حاجة لاستخدام يومي ولاستخدام العاب. قدره لك تقدر تعتمد عليه بدون اي مشكلة نهائي وبدون ما تحس باي حاجة. انت بقى عايز توصل لأعلى من سامسونج. فممكن اقول لك روح انت بقى دفع الفلوس وهات انا مش بقول لان سامسونج استوين تسري الترا وحش ولكن انا بوضح لك ليه الناس بتدفع المبلغ ده وهل انت كمستخدم عادي مطلوب منك ان كتروح تدفع المبلغ ده ولا تشتري موبايل عادي في الفلوس المتوسط وننتقل لتجربة الكاميرات. وركز معي عشان تفهم القصة ماشي ازاي. استوين تسري الترا بيجي بتجوليفة كاميرات هتلاقيها من الافضل على الاطلاق في العالم. كامرة اساسية متين ميجابيكسل بتديك صور ممتازة وغير منطقي تماما للنقارن الام اتنين وخمسين بالاستوين تسري الترا. لان الام اتنين وخمسين هتظلم تماما. كاميرا الترا وايد وكاميرا بتوصل معك لعشرة اكس اوبتيكال زون. والكاميرا الاخيرة هي كاميرا بتوصل معك لميت اكس ديجيتال زون. وعندك تصوير ات كي وعندك حوارات في الكاميرات وعندك كاميرا امامية بتيجي بدقة اتنشر ميجابيكسل ولكن بتاع الكاميرا اكبر من ال اتنين وخمسين فهو بيجيب كاميرا اساسية كاميرا وكاميرا للعزل وكاميرا للمكرو هل ينفع بها ان انا قرن بين ال اتنين وخمسين قطعا قادر اقول لك لا هيدك تجربة ممتازة هو احسن موبايل حاليا في تجربة تصوير الصور بيتفوق على الايفون في بعض ظروف الاضاعة لو بتصور في اضاقة داخلية الايفون هنا بيقدر يتفوق هل لو انا رحت الام اتنين وخمسين هاخد تجربة وحشة لا طبعا ام اتنين وخمسين كاميرا اساسية كاميرا الترا وايد هديك تجربة كويسة جدا بالنسبة لصور الصبح مش هتحس باي حاجة لو انت مستخدم عادي هتاخد كاميرا امامية تعتبرك كويسة جدا برضو مع ظروف الاضاءة الكويسة هطلع لك صور كويسة يمكن تحس بضعف الكاميرا الامامية مع الوضع الليلي هنا مش هتحسه مع موبايل فلاكشب زي خلاصة اللي انا عايز اقوله لك ليه ظروفه ليه الناس اللي بتستخدمه ليه الشخص المحتاجه المحتاج تجربة الكاميرات المبهرة القوية دي اما المستخدم العادي مش محتاج كل ده موبايل زي الام اتنين وخمسين واي موبايل في فان متوسطة من سامزونج يقدر يدي لك تجربة كاميرات ممتازة يعتمد عليها وقت ما بتطلع الموبايل وتصور به ملتاش محتاج يكون معك كاميرات عشان تقول انا معي اقوى واعظم واحسن تجربة كاميرات او عشان تاخد صورة مرضية لعنيك تقدر تاخدها بموبايل فان متوسطة عادي موبايل يمشي لك الدنيا وموبايل هيرضيك في كل ظروف الاضاءة ومش هيقصر معك تماما فموبايلات سامزونج في فان متوسطة وعلى رأسهم الام اتنين وخمسين بيقدموا قيمة كويس جدا وبيقدموا كاميرات ممتاز ده كده بالنسبة لتجربة الكاميرات طيب نجي للحبشتكانات والزيادة طبعا متميز بنوبة القلم وده موبايل اكتر منه للشخص الاعتمادي اللي بيستخدم الموبايل بتاعه كتابلت مش بس موبايل بس خلينا نستمع كده نوبة القلم هتلاقي ان بيجي بسماعات بيجي ببصمة كويسة جدا اكيد تحت شاشة غير بصمات سيمزونج تماما في الفئة المتوسطة هنا البصمة الموبايل للأسف بيجي من غير مدخل ثلاثة ونص ميلي والموبايل بادع عن مقاومة الغبار والمية عادي باعلى معيار موجود حاليا اما بالنسبة للسامسونج جايين متنين وخمسين فالموبايل بالاسف بيجيب سماعة مونو مفوز سماعات مش بقاومة الغبار والمية ولكن الموبايل بيجيب بصمة موجودة في طلقة اشتغل بكفاءة ما فاش اي مشكلة بالنسبة للبصمات في فرق بين بصمة الشاشة وبصمة الباور والله عن حسب تفضلاتك وستخدمك ولكن البصمتين كويسين البصمتين من الاخر يعتمد عليهم ده بيدع عن مقاومة الغبار والمية وده لا وقدر اقول لك لو انت مستخدم عادي ما بتفكرش بالكلام ده كله فما ظنش انك محتاج دعم مقاومة الغبار والمية او ما ظنش انك ممكن تدفع تلاتين الف جنيزة ده عشان بستخد دعم مقاومة الغبار والمية فده مش مبرد مش منطق برضو ارجع واقول لك انا مش بقلل ولكن انا بوري لك الفجوة عاملة ازاي حاليا في السوق المصري يمكن تكون هيينة في بعض الاسواق التانية ولكن في السوق المصري الموضوع كبير شوية ثلاثة اخر حاجة بالنسبة للبطارية والشحن السريع فعندك هنا بطارية خمس تلاف ميلا امبير موجودة في الام اتنين وخمسين وبطارية خمس تلاف موجودة في الاستوين تسري الترا وقطعا اقدر اقول لك ان الاتنين بيقدموا بطارية ممتازة وبيقدموا بطارية تدوم معك اليوم بدون اي مشاكل ولكن الاستوين تسري الترا هتلاقيه موفر في البطارية اكتر بيكمل معاك اكتر بالنسبة للشحن السريع الام اتنين وخمسين للاسف بيجيب شحن خمستاشر واط وبيدعم اخر وخمسة وعشرين. اما الاست وينت سري الترا بيدعم لحد خمسة واربعين واط. هنا في تجنبتي الشاحن اقدر اقولك انك هتحس شوية بفرق اه اكيد طبعا لصالح الاست وينت سري الترا. ولكن ارجع واقولك تاني هل ممكن انت تفكر في تلاتين الف جنيفر اللي مجرد انك تاخد عشرين واط زيادة في الشاحن. في اخر الفيديو اللي انا حابب اقوله لك والخلاصة هو افضل موبايل موجود حاليا عند سامسونج ولو انت بتفكر في افضل موبايل عند سامسونج مش هتلاقي احسن منه حاليا. ولكن لو انت مستخدم عادي ملاش لازم انت تدفع رقم كبير عشان تروح تجيب افضل موبايل تتبهى به. ممكن موبايل من الفاء المتوسطة من سامسونج ازي الام اتنين وخمسين يدي لك افضل تجربة انت نستنى منه ومش هيأثر معاك تماما في النقطة دي. ده فيديو بسيط كده وانت حابب اوضح لك الفرق ووريك الفجوة عاملة ازاي? وهل فعلا موبايلات الفاء المتوسطة ما تستهلش? وهل فعلا الفرق كبير بين موبايلات الفاء المتوسطة? وهل فعلا الفرق يستهل ان ندفع الفلوس دي كلها? طبعا انا مستنى شوف وجهة نظرك انت في الكوميند واخيرا في اخر الفيديو بعيد عليك تاني انا مش بقلل من ولكن انت ما تحاولش انك تقلل من الموبايلات الفاء المتوسطة او تفكر ان الموبايلات دي مش جامدة او تحاول انك تفكر ان الموبايلات ده هينة مش بتقدم اي كله مقابل الساعة. في هذا كل ما وصلنا لك الفيديو ما تنسيش اكيد لايك سبسكرايب وتفعل الجرح عشان نوصل لك من ندام كل جديد وكان عادة انتظار للفيديو جديد. سلام.